المدارع البسيط وده يبقى اول درس للازمينة فهنا ابتدي بالمدارع البسيط. يعني مدارع ده بيمثل حاجة بنعملها مثلا حاجة متكرمة نعملها على طول او حاجة مثلا زي انا عندي عندي كلبة مثلا عندي قطة عندي اي حاجة بروح النادي كل يوم سبت بروح المدرسة كل يوم فحاجة موجودة حاجة بسيطة موجودة في المدارع او حاجة بتكرر كذا مر. فwe use the present simple when we talk about the present or something that happens more than once in the present. تيني. we use the present simple when we talk about the present or something that happens more than once in the present. ازاي بنعمله اه دايما بنكتب الاول الاسم مثلا هي شي ات اه اسم اي حد اه لانا نادا اي حاجة ولو مفرد بنحط بعد الفعل احنا نزلنا الافعال قبل كده الفيديو اللي قبليه مش كلها طبعا شوية افعال فلو اللي قبل الفعل مفرد بنحط للفعل نفسه اس اوكي فالمفرد بيبقى هي شي او ات هي للمذكر شي للمؤنس ات للجماد او الحيوان فهي هي هي لو خطينا مثلا ادم اسم شخص هو هو هي بقى زي هي شي هتبقى نادا اسم واحدة ات ممكن يبقى تايبل ترابيزة ممكن يبقى دور باب ممكن يبقى كات ات ات اوكي فwe add s to the verb if it comes after a singular noun مفرد اسمه مفرد زي هي اللي هو هو او المذكر مثلا شخص مذكر هي هي ات الحاجة بقى اللي هي الجماد او الحيوان الحاجات بقى المتكررة احنا بنعرف ال present simple من الافعال اللي بتحصل متكررة ففيه كلمات معينة بتبين ان الزيكات دي متكررة ولا لا فkeywords to the present simple اوكي كلمات دي مبين حاجة على طول everyday usually every حاجة often always never sometimes generally normally rarely seldom whenever او اي حاجة بنفس المعنى يعني دولنا حطيتهم فageample i go to school everyday اوكي لو انا بتكلم لو احنا بنستخدم i فالi دي بتعتبر جماد هنحطها زي الجماد احنا قلنا he وshe وit بس او اسماء ناس معينة اه هي بس اللي مفرد فاي هنحتورها مع الجماد فاي go to school everyday ما حطناش اس عشان عشان الاي قلنا ان هي مش مفرد زي التانين وهنحط ال verb هنحط ال action زي ما هو بالضبط so i go to school everyday انا بروح المدرسة كل يوم everyday من الكيوورد فدي معناها كده ان هي في ال present simple اه تركيم باك كلمات everyday everyday يعني كل يوم usually usually يعني عادة every every يعني كل often often يعني احيانا كتير always 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 never never ever then sometimes sometimes ساعد generally generally يعني عمومن او فلايم normally normally يعني فالعيدي مثلا في العيدي بنزل الساسة بقى مثلا يعني rarely rarely يعني نادرا سلدم بردو زيها نادرا سلدم بس ام يعني احسا احنا بنستخدم دايما ريالي اكترش whenever whenever يعني اي وقت لما مثلا حد يقولك عايز نزلي امتا whenever اي وقت فدي شوية examples he plays football every sunday he اللي هو واحد مفرد plays الverb نفسه play من غير s يعني يلعب حطينا لها s عشان كده يبقى مدارعة بسيط لانه هو every sunday كل يوم حد بيلعب football بيلعب اللي هي في امريكا football اللي هي مش خورة القدم football اللي هي American football اللي هي الكورة اللي هي الشكلة الغريب كده وبيحدفوه على بعض وبيخطبطوه في بعض هي دي اللابة soccer soccer هي كورة القدم في امريكا نفس بورده بجملة she المفرد المؤنس في الverb اللي هو play اخذ s بقى plays عشان يدل على المدارعة البسيط it plays it مفرد وبرده حطنا لس الحاجاب بقى الجامع زي they ووي ويو ونحط جمع اي الجامع مش بيتحط له اس في الverb الجامع مش بيتحط له اس في الverb بس بس الجامع بيتحط له اس لما يكون كلمة زي اسم زي مثلا tables ده مش مش verb فلو حاجات الجامع بيتحط له اسم اتلغوه دوش نفسكم بسي خليكم في الverb دل بقتي they play we play you play i play الverb اللي هو الفعل الفعل بياخد s لو مفرد لو في الجامع مش بياخد okay دي حاجات تانية وردو امثلة تانية i'm fifteen years old i'm fifteen years old انا عندي خمس استاشر سنة دي برضو في المدارة البسيط انه بيقول انا عندي حاجة فالحاجة دي موجودة في المدارة دلوقتي he lives in london he lives in london هو عايش في london فهو he lives اخذت s تاني تكرر عشان هو مفرد they go to the park once a week they go to the park once a week هما بيروحوا البرك المراجيحوا البرك ده الجنب الباب بتاعكم once a week مره في الاسبوع فذي برضو حاجة متكررة وعشان هما جمع فالverb اللي هو go يعني يذهب تحط زي ما هو مش بنحط الواس nada usually likes to stay positive nada usually likes to stay positive nada بتحب usually يعني دي ايما بتحب ان هي تبقى positive تبقى يعني متفقلة مثلا تبصي للحكة الكويسة عكسها الناجر بالنسبة المتشأماء اللي هو لا وده ما عارفش ايه وده وحش وده حصل ما علينا nada bent مفردة فعشان كده حطنا لها so nada usually likes to stay positive and usually بتاعت دي حاجة دي حاجة في طبيعتها حاجة بتحصل متكررة على طول فعشان كده حطناها في اللي هي الشويس احنا هنحط نتكلم في اللي هي بتكتب بطريقة تانية لما بتحطوها مع المفرد فالverb بيفضل زي ما هو مع كله في الجامعة بس بتغير مع المفرد يعني ما بنحط له اس يعني ما لو تجيه زي او لو جيه كلمة go فgo مش بنحط لها اس على طول بعد بعد ال o ببعن نكسر ب i فهي she it goes فده دلوقتي goes هو هو بس بنفصل ب e وبنحط اس ده هي كده عملوها كده they we you i gamma هتنزل زي ما هي go يعني ده او ده او ده مش كله ما بعض have 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 يعني عندي he 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 she it it dه بقى مختلفة شوية بتبقى has s فالحرفين دول ويتشيلوا اصلا ومنحط s دول لازم يتحافزوا عشان ما اتطهوش من بعض فدي كده قوية لازم تتحافز he she it has they we you i have انا هي ابتبقى عندي يعني ايا مثلا he has a blue book he has a blue book هو عنده كتاب ازرق they have a blue book عندهم كتاب ازرق okay be اللي هو verb to be اللي هو يكون دي برضو مختلفة بس برضو وازم تتحافز i بياخد معها am فلما اقول i am fifteen years old انا عندي خمستوشر سنة او انا اكون خمستوشر سنة ده لو هن عشان ما اتلغبطوش بين البتاع انا اكون i am مثلا dark skinned i am dark skinned انا بوشريتي غمى او انا ذو بوشري غمى he وشي وإت بتاخد is فبي هنا بتتحول خالص بتبقى يام am مع i يام is مع he وشي وإت يام بتبقى are مع they they we you okay تاني بي هزت حول is so he she is he is fifteen she is seventeen they are nineteen years old they are wearing blue مثلا okay بس are wearing the tense تاني هناخدو المورة اللي واضح do do they go بزبط هنبردو هنفصل ب e واضح s do زي go حتى الفرب هنهم بحرف واه بس g و d فه وشي وإت does مثلا نوري he does play sports مثلا he does karate اللي بجنور play karate no he does okay هو بيعمل karate the quads they we you do they do their homeworks every night they do their homeworks every night بيعمل الواجب كل يوم بالليل okay هنم كن he does not like football he does not like football هون مش بيحب الكرة 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 الأمريكية هناليا فتبو الكرة الأمريكية ويساكر الكرة القضم does not not هنالك كلم عليها كردو في حاجة اللي بعدو كله جاي so exercise التدريب هحل معكو خمسة وانتو تحلوا الباقي لو عايزين يعني ونورل بعدها هنزل كل الجمل my sister a book my sister أختي فهي هي شي مفرد my sister لو كان في s كان يبقى جمع لأن ده اسم فلما بنحط الاسم s يبقى جمع لكن ده مفرد فهتاخد s هي وشي وإت بياخد s my sister reads a book my sister reads a book خلنا نحطها مثلا everyday اوكي عشان تبقى سهل شوية نستخدم اتخدم الكاب اوكي فأختي بتقرأ كتاب كل يوم اليوم اخدنيها بتقرأ كتاب كل يوم علشان مثلا everyday دعم الكيووردز ففي دماغنا ده كده present tempo frank likes اوه انا حلتها frank likes dogs frank likes dogs frank بيحب الكلاب frank ولد مفرد فهنحط الverb s دي حاجة هو بيحبها فدي حاجة هو في المدارع دلولتي بيحبها ومش تتغير مش مش حاجة حصلت زمان فهتبقى present simple frank likes dogs frank بيحب الكلاب my parents a the shopping my parents a the shopping my parents اهلي رو بوايا مامتي جمع فهنا do ال verbs اللي ال verbs كلها اللي ما في الجامع بتنزل زي ما هي فmy parents do the shopping my parents do the shopping اهلي هما اللي بيعملوا shopping هما اللي بينزل الحاجات في الجامع ال verbs بينزل زي ما هو مع ذا verb to be to be احفظوا بس الحاجات الirragulars دي وبعد كده يمشوا بالباقي الكلم we sometimes a in front of the cinema we sometimes a in front of the cinema we جمع اللي هو احنا فاحنا sometimes sometimes دي اللي هي keyword بتاع the present simple فده كده في المدارة متام جمع يبقى ال verbs هينزل زي ما هو so we sometimes meet in front of the cinema هو هو عشين جمع uncle george a to the doctors uncle george a to the doctors احنا ساعات بنتقابل قدام السينما دي ترجمة اللي هو uncle george a to the doctors uncle george عم george واحد مفرد he una go بتتحول goes في المفرد g o e s ok عشان نكسر ال s مع نكسر ال s مع ال o فمنحط e to the doctors uncle george بيروح للدكتور دي مفيش كيوورد اوي بس ده بس ال exercise عشان ده متركز على ده مش مديكو اوي كيوورد بس لو في حاجة زي كطع مثلا كبيرة بتبين بقى زي كان بنتكلم على المضارع فعلا ولا الماضي ولا ايه فكده انا خلصت اول خمسة في لغاية رقم خمستاشر اللي عايز يعملهم ممكن ينزلهم على ولي مش عايز او عايز يتابع بعد كده هنزلهم بيزيل واحدهم ومش هيبقى مرقم فايبقى اللي بعده على طول هكتب عليه نور الحل دي وبس تمنى مخمان خلص لغوتو باي